ايام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم مرضى كتير جدا في شهر رمضان مرضى الضغط او السكر او غيره اللي بيتطلب مرضهم ان هما يتناولوا الدواء اثناء النهار بيصمموا ان هما يصوم وانواع كتير كمان من المرض بتتطلب انه يبقى فيه ادوية تأخذ في النهار فيه رخصة طبعا لمن هو على مرض انه يفطر لكن فيه بعض الناس بيصمموا رغم يعني توجيهات الاطباء ان هما يصوموا ويكملوا صيام تقربا الى الله في هذا الشهر الفضيل خلينا نتكلم النهاردة مع حضراتكو عن ازاي المرضى يقدروا يستقبلوا الصيام بدون اي مضاعفات اصحاب المرضى المزمنة ايه المطلوب منهم ده اللي هنعرفه خلال فقراتنا النهاردة من دكتور خارد يونس رئيس اقسام البطنة بمرقز قومي للبحوث سبع خير حديقي دكتور اهلا بك معنا سبع خير اهلا بك والسادة المشاهدين وكل سنة وحضراتكو طيبين والسادة المشاهدين طيبين والخير ومضان سعيدة على الجميع ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب شكرا لحضرتك طيب زي ما كان محمد بيتكلم فكرة انه ود مرضى او اصحاب الامراض المزمنة مفروض ان هو بيقى فيه على مدار اليوم او خلال اليوم ادوية لازم ان هما ياخدوا هذه الادوية لكن ما بيردوش ياخدوه وبيصروا على الصيام هل ده سليم ولا لا الاول طبعا لازم نقول ان المرض انواع كتير وعلى حسب المرض المزمن ده بيصيب انه جهاز عند الانسان فيه امراض تقبل ان احنا نتعامل معها اثناء الصيام وفيه امراض لا تقبل التعامل معها اثناء الصيام هنبتدي يمكن بالمرضى الاشهر اوي السكر اللي بيصيب كتير جدا وزي ما الناس كلها عارفة فيه مرضى السكر من نوع الاول ومرضى السكر من نوع التاني هو القانون في مرضى السكر من نوع الاول اللي هو الذي يعتمد على الانسولين القانون بتاعه ان هو ما يصومش ولا هو رخصة في ذلك بعض الاحيان مرضى بتصر ان هي تصوم برغم ان هو من النوع الاول فبالتالي دايما نقول للنواب والمدرسين المساعدين عندنا والكلام ده لا هو يعني مش معنى ان هو اثر على حاجة ان احنا نقوم من ناش دعوة به وما بسمعش الكلام ويعمل اللي هو عاوزه وينتحر من ناش دعوة به احنا بنحاول قدر الامكان لو هو اثر بنحاول نتعامل مع المشكلة دي لان بعض الناس نفسيا بيبتدي يحس برغضة ان هو بيصوم وده حتى احنا دائما نقول من حاجات اللي بتؤدي ان السكر ما بقاش كويس الحالة النفسية والعصبية فبالتالي احنا بنتعامل مع الشخص ده وبنبتدي نوضب طريقة اخده للانسولين والكلام ده في نطاق ان طلعت طبعا اجيال جديدة كتير من الانسولين الانسولين ده يعني خلانا بيتيح لينا ان احنا نقدر نتعامل باسلوب او باخر على حسب ان هو نوع يصوم او لا الا اذا دخل في معضلة كبيرة هو بنغصم عنه ما يبقاش واعي وبيسمع الكلام بنغصم عنه واحنا نرجو ان احنا ما نضطرش نفسنا ان احنا يحصل لنا الكلام ده كله بنجي للنوع التاني دايما ده بنحاول بيعقد لقاءات كتير ولقاءات علمية كتير قبل غمضان على اساس ان احنا العيان ده بنحاول نوضب ازاي يستخدم علاجه ونبتدي نتعامل في نطاق الوقت اللي بين الفطار والسحور اللي هو يقدر يتناول العلاج بتاعه ونبتدي نغير الموعيد بتاعت العلاج بتاعته ونحددها النقطة التانية في انواع من علاجات السكر يجب تغييرها تماما اثناء الصيام لان دي بتحمل الرزق الاعظم في مرضى السكر وهو انخفاض السكر في الدم أثناء فترة الصيام ودي دايما نقول للمرضى انخفاضه ساعات بيبقى يعني اخطر كثيرا من ارتفاع السكر بالنسبة له طب ده من مرضى السكر او من مرضى السكر الى مرض ارتفاع ضغط الدم وهو من الامراض المزمنة كمان وبعض مرضى ضغط الدم بياخدوا دوايين في اليوم بياخدوا يعني حبايا في النهار وحبايا اخرى في الليل بالنسبة ليه مصابي ارتفاع ضغط الدم يتم تعاملهم ازاي فترة بالنسبة للأدوية يعني هنتكلم ارتفاع ضغط الدم ده هنتكلم على أدوية وطريقة تغذية وحاجات تعتبر متلازمة او مشروبات الناس يعني لها تقوص في رمضان ان هي بتبقى قاسم الشرق اعظم في مائدة الافطار اول حاجة دايما بنحط الأدوية اللي كان بيتاخد في الفطار ممكن يبقى مع الفطار بتاع رمضان واللي كان بيتاخد مثلا قبل العشاء او الكلام ده ممكن وقت الصخور وده بيبقى مهم ان احنا وضبهم بيبقى فيه جزئية مهمة جدا ان بعض المرضى بيبقوا بياخدوا أدوية بتدرع البول شوية او لها دخل في ان هي تنزل كمية البول اكتر الحاجات دي مهمة جدا ان انا ما اخدهاش قبل الصخور اخليها تبقى قبل الفطار بعد الفطار اه لا يعني هو دايما ادوية اللي بتبقى فيها مدر البول بنعمل ايه دايما نقول العيان انت بتفطر مثلا على اي حاجة وبتاخد معاك الدواء بتاعك وبتصلي المغرب على السنة مثلا وبعد كده بتبتدي تفطر فدايما فيه ادوية بتبقى على معدى فضية التأثير بتاع حبيبة اكثر كثير من ان انت تاخدها بعد الاكل وبالذات الادوية اللي بتشتغل ان هي تزود كمية البول دي مهم جدا ان هي تتاخد على معدى فضية يعني ينصح الادوية المدرة للبول تأخذ يعني مباشرة قبل الفطار يعني تمام اه على معدى فضية ده مهم جدا ولا يعقل ان انا ديها قبل الصحور على اساس ان انا هبقى صايم بقى مش محتاج ان انا العيان ينشف فيه او الكلام ده او يعاني اثناء وصايم ده مهم جدا يعني تمام فدي نقطة مهمة جدا هنيجي للبند التاني اللي هو المشروب زي العقسوس بانه اللوم ده ممكن يا جماعة يعمل زي متسميها الكورتزون لك اكشن او ان هو زي مفعول الكورتزون ان هو بيعمل اختزان للسوائل في الجسم وبالتالي ممكن يرفع ضغط الدم فده غير مطلوب النقطة التانية في الاكل ان دايما في رمضان المخللات بقى اللي هي شكلها بقى مغر جدا لكل الناس فده وقعت فصل الناس وقعت مش قادر يقعد بدون ما يمدي ايده على المخللات احنا حتى دايما بننصح الاسرة كلها بلاش تدخلوا المخللات عشان لا يضعف ويضطر ان هو يأكل زيوكو ويعيش حياة عادية جدا وبالتالي وفاجأة ان ضغطه ارتفع نتيجة المخللات اللي بيعتنوا لها دكتور بما ان احنا خلاص ايام قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان الكريم هل في خطة علاج محتاجين اصحاب الامراض المزمنة ان كان سكر او ضغط ان هم يبتدوا فيها من دلوقتي يزبطوا خطة علاج بتاعتهم من دلوقتي طيب دي حاجة مهمة جدا احنا دايما كنا نعمل هنيجي المغضى السكر كنا دايما نقول لهم ساعات نعمل لهم تيست في الصيام اثناء شهر شعبين ليه تيست في الصيام قبلها مش قبلها فترة كبيرة لان احنا دايما احنا متبطين بحالة الجو حتى ان جو ضحر ولا بارد ولا جو معتدل ولا الكلام دا دا مهم نمرت اتنين بنبتدي في اوقات ان احنا نقدر نشوف اللعن دا هتحمل الصيام والدرجة ايه وايه اللعناه في اول وقت وايه بالذات الفترة الساعتين اللي قبل الفطار هل حصلوا انخفاض في السكر ولا لأ كل الكلام دا بيقى مهم جدا دي واحد نمرت اتنين في بعض الادوية الحديثة اللي هي بتشتغل ان هي بتتنزل السكر في البول فدي بقت شوية لها مشكلة ان هي بتخلي البول زيادة شوية يبقى هينطبق عليها البند بتاع الحاجات اللي بتزود البول وجد ان الادوية دي المفترض ما ينفعش خالص ان حد يبتدي فيها في رمضان لازم يكون ابتدى قبل رمضان بفتر على اساس انه يقدر يتحمل وما يبقاش ما يجلوش جفاف والكلام دا بيبقى مهم جدا بالنسبان فمهم او ان احنا بنحط الموديل اللي العيان هيمشي عليه قبل رمضان في الايام اللي هو دي ممكن تبقى نوافل او كلام زي كده فبالتالي لا يحسب عليها الشخص وخصوصا ان احنا بامكاننا ان احنا نوضى بكل حاجة لان دايما نقول الادوية الجديدة بتاعت النوع التاني من السكر طلعت ادوية تكاد تقضي على مغض السكر فالدنيا تطورت فيها جامد جدا جدا وبنقدر يعاني يعيش حياة مريحة جدا وسالسة حتى في الايام العادية الناس اصحاب المشاكل مع الجهاز الهضم دول بيعانوا في شهر رمضان ازاي قبل دخول هذا الشهر الكريم اهيئ الجهاز الهضمي او اتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي تحديدا تمام ده على فكرة السؤال مهم جدا جدا احنا دايما نقول جملة ان دايما اولا مرض الجهاز الهضمي ده شائع جدا في مصر وله شقين الجزء العلوي من الجهاز الهضمي وجزء السفلي من الجهاز الهضمي الجزء العلوي من الجهاز الهضمي اللي هي ناس كتير بتعاني منها يعني هنقول بوساطة جدا ناس بعد السحور بيجي لهم حموضة رهيبة جدا اه ودي بتخليهم ينام قاعد ما يبقاش قادر ينام فلات اه بيبتدت طبعا يبقى صايم والعصارات بتطلع فوق بتخنقه وبيبقى حرطه صعبة جدا ده واحد نمرت اتنين احنا دايما بنقول ان كل واحد لازم يشخص هل عنده زي الشائع اللي هو جرسومة المعدة او ما يقرب المعدة قبل رمضان بوقت كافي علشان نقول انه عنده ولا ما عندهش دي واحد نمرت اتنين ياخد العلاج قبل رمضان بوقت كافي علشان توقيتات العلاج ممكن تتعارض مع الصيام وبالتالي لما بنعالجه من جرسومة المعدة قبلها بيدخل الرمضان بامان وسلام وبمعدة كويسة ولا يعاني من اي شيء فبالتالي ده بيبقى جزء مهم بالنسبة له يبقى جزء الاعداد الاول ان انا لازم بشوف مشاكل الشخص وعالجها قبل رمضان بوقت كافي النقطة التانية هو التعود بقى على نمط الاكل يعني تمام ودايما نقول يا جماعة نمط الاكل مش محتاج يضاير في رمضان لان زي ما قلنا بالضبط ان رمضان ده شهر عبادة مش شهر اكل ولا شهر طخمة ولا اي حاجة زي كده اولا او حكمة ان احنا بنحاول نحس ببعض فيجب ان احنا ما نغيرش الحكمة بتاعت الصوم فدي نصائح مهمة جدا من قولها كل مرضى الجهاز الهضمي علشان الدنيا تبقى معقولة بالنسبة له الدكتور بشكل عام ايه هي الامراض اللي اصحابها ما ينفعش يصوم طيب هنيجي طيب اول حاجة مرض الكلة الكلة دي دايما بنقول حياة الكلة هي الماء او السوائل فبالتالي واحنا صايمين كمية السوائل فيه وقت طويل جدا بنقعد بدون ان احنا بنشرب سوائل فده له حسابات كثيرة جدا بالنسبة لنا لذلك مرضك كله ده متدرج فيه ناس بيبقى المرض بسيط جدا فيه ناس بيبقى المرض عنيف جدا او يكاد يشرف على الفشل الكلوي فبالتالي اللي بيكاد يشرف على الفشل الكلوي ده ما عندوش اي خيارات خالص ان هو يصوم وده بالاجبار يجب ان هو يتجنب الصيام ولا هو رخصة في ذلك فلذلك احنا بنحاول شوية بنبقاش يعني رجال دين او مفتين بالمعنى الصحيح لكن احنا بنبقى يعني فاهمين ان ده مرض عضل ولا يستطيع المريض ان هو يصوم وهو عنده المرض العنيف ده فبالتالي بنقول له ما فيش صيام بالنسبة لك نمرة اتنين تحديد كميات البرتنات هو يمكن شوية احنا يمكن بقينا نلاقي في رمضان استهلاك اللحوم ووزارة التموين بتبتدي تستعد بتوفير اللحوم واللحوم البيضة وكل الكلام ده كله قبلها فدائما بنقول لهم اللحوم دي لها محددات مهمة جدا وكميات بنقولها كل واحد على حسب وظيفة الكلة بتاعته بالضبط هيقدر يتناول جزئية قد ايه منها فده بالنسبة لمرض الكلة في عندنا مرض الكابت الكابت فيه طبعا برضو تدرج فيه امراض كابت دايما بنقول ان امراض الكابت دي دي كومبنسيتيد او انواء وصل مرحلة عالية جدا من المرض فده عادة لا يستطيع الصيام تمام ده بيحتاج طبعا سكريات وبياخد ادوية قد تكون نتيجة السيس امودالر البول فده مهم جدا ان هو لازم ياخدها في توقيتات يعني بينها فترات ممكن تكون قصيرة فبالتالي لن يستطيع ان هو يتناولها وهو صايم فبالتالي لازم يفطر من عادتنا الجميلة طبعا يعني في رمضان فكرة الولائم والسفر الجميلة اللي حنا نشوفها برأي حضرتك هنا ايه اكتر الاطعمة اللي لازم يعني اشارت المخللات مثلا بالنسبة لمرضى الضغط على الجانب الاخر احنا دايما نشوف المواد الرمضانية الحلويات والسكريات ودي وجبة اساسية او يعني ركن اساسي في المائدة المصرية ايه الاطعمة اللي لازم مرضى الامراض المزمنة يتجنبوها او يقللوا منها بحد الامكان في هذا الشعر هو دايما في الاطعمة بالذات احنا لازم نتجنب الافراط يعني ان الواحد يفرض في شيء بزيادة ودايما الوسطية حتى في الدين الاسلامي في كل حاجة حاجة كويسة فالوسطية دي حتى مطلوبة في الاطعمة تمام النقطة التانية مايبقاش واحد يعني يعني يعاني من سكر ويبقى يعني عنده نهم على السكر يكون حلويات كتير اه وهو دي مقطة مهمة جدا لانه هو اصلا الممنوع مرغوب وهو اول ما بيشوف الاصناف دي فانا بس برجو من الاصحاب الولائم والاسر جميعا ياخدوا بالهم شوية من الناس اللي عن نفسك يبقى احنا ينين شوية على صحابهم او رعيبهم او اللي عاديين معهم على نفس المائدة يعني فدايما بعض الناس بتبقى عزمتها قوية بعض الناس عزمتها ضعيفة يقولك عما نهاكل والعمار واحد والحصل يحصل انا لازم معيش وده رمضان ما بيجيش الا كل من السنة للسنة والكلام ده كله يعني شوية مش مطلوب فبالتالي احنا دايما بنقول دايما عدم الافراط النقطة التانية الاطعمة اللي فيها افتكاسات وصفصات كتير يعني احنا كل رمضان دايما يخترعوا مثلا الكنافة بمئة الف طريقة وحبة بالجبنة حبة بكذا حبة بكل انواع الفواكه كل الكلام ده كله فكلام ده يعني الافتكاسات في الاطعمة ده مش مطلوب ده مشاكل على الجهاز الهضم طبعا على الجهاز الهضم على كل حاجة على فكرة دايما اتضح ان الاطعمة المصنعة اكثر خطرا على مريض السكر من ان هو ياخد سكر طبيعا تمام لان اكتشف ان هي قد يحدث ان هي بتبتدي تولد اجسام مضادة للخلايا اللي بتفرج الانسولين وبالتالي تؤدي لما هو اخطر من ان انا بتنور السكر نفسه فالكلام ده مهم جدا فعشان كده احنا دايما بنقول بنلجأ للطبيعة الطبقة السلطة ده اساسي لما بحب السكريات اكسر من الفواكه وبعيد عن الحلويات اللي هي مسئية بقى شرباط ودقيق ابيض وحاجات ضخمة كتير جدا ومهما عملوا ان هما يحاولوا ان الحاجات دي تبقى معمولة بديء السن وبعد كده تبقى مسئية بشرباط وحاجات زي كده الكلام ده كله الافتكاسات عموما انا لما اقدر اتجنبها دي بتبقى حاجة كويسة جدا ان هي بتساعدنا ان احنا ما يحصلش اي مشكلة او عواقب يعني لا تحمد ويبقى رمضان بالنسبة لنا في المساشفات ده مهم جدا ودايما نقول للناس جملة انت تحب تبقى ماشي على رجلك ولا تحب تبقى متشال تمام فهي النقطة في كده لازم يبقى فهم كويس قوي عواقب كل شيء هو بيعمله ولما بنشرح العواقب دي بالزبط بيبتدي العيان يقتنع ويسمع الكلام لذلك دايما نقول لهم كل مريض للسكر والكلام ده او الامراض المزمنة لازم يبقى له قعدة قبل رمضان وليست استشارة قعدة بمعنى ان احنا في القعدة دي بنخلي بقى البوساط احمدي كده ونبتدي نتكلم على كل تفاصيل الحياة في شهر رمضان وهيعمل ايه ويتصرف ازاي وبيصحى امتى وبينام امتى ده مهم جدا تفاصيل حياته عشان نقدر ان احنا هذا المريض يتحضر لرمضان ونقدر ان احنا انك في ضبط الخطة العلاجية ليه او حتى يعني يقدر انه يدخل شهر رمضان تمام تمام ضبط فيه ناس بتقول المتكلم على الفيتامينات زي ما حضرتك كلمت لانه في بيبقى فيه نقص كبير في الجسمانه في الوقت ده في رمضان في ناس بتستعيد عن الاكل الصحي والخضروات والفكهة بفيتامينات هل ده سليم؟ لا هو دايما احنا لسه بنقول اول قاعدة ان احنا بنلجأ للطبيعة كل ما لجأنا للطبيعة لان الخضروات الفكهة ده مش هو جاست فيتامينز تمام هو متعدد ان فيه مضادات اكسادة وفيتامينز والياف كل الكلام ده الالياف دي وجودها بينظم حركات الجهاز الهضمي وبينظم امتصاص الاغذية وبنقلل الكيميكالز ان انا بستخدم حاجات مصنعة والناس كلها تعلم تماما يا ما ادوية طلعت وبعد عشر سنين من استخدامها او عشرين سنة حتى من استخدامها بتتسحب من السوق لان احنا وجدنا بعض المدار اللي موجودة اللي ممكن تؤدي لمشاكل ضخمة جدا من استخدام الدواء بكسرة او بإفراط فدايما كل ما نقدر ناخد الحاجة من مصدر طبيعي كل ما الدنيا هتبقى افضل وافضل بالنسبة انه في حالة اصرار المريض لو مريض جيل حضرتك يعني وحالته لا تتطلب الصيام بتتعامله معه ازاي فانت هو طبعا المريض ضيما نقول الجملة انا ليه قلت اعدى اعدى على اساس ان كل واحد بيعمل حاجة لازم يكون مقتنع ولما يقتنع بيقدر يسمع الكلام وبالذات الناس اصحاب العقول المستنيرة ومعليش احنا دايما نقول جملة شوية فيه ناس بنسميهم انصاف المتعلمين في الطب بمعنى ان فيه بعض الدراسات اللي كلها علاقة بالطب الناس بتقرأ او عن نت او الكلام ده كله فبيجي يجادل تمام ويبتدي يجادل الطبيب بتاعه لا ده انا ممكن اصوم معاملات السنة اللي فاتت كذا او الكلام ده كله احنا فعلا بنناقش الامور بموضوعية وبنقدر نوجهه صح والعيان لما بيقتنع بيسمع الكلام ويقدر ينفذ الكلام او النصائح اللي احنا بننهاله طالما كانت دخل الدماغه وقدر يفهمها كويس خلاص بينفذ بذات الناس اصحاب العقول المستنعة دكتر خالد يونس رئيس اقسام البطنة بمركز القومي البحوط بنشكر حددات جزيلا شكري فانما لكل هذه المعلومات وكل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيبة واستاذ المشاهدين بخير ورمضان سعيد على كل الناس يا رب ويعدي بخير وسلام على بلدنا والامة الاسلامية كلها ان شاء الله شكرا كفا لنا وشرفتنا ونورتنا